الرحمن الرحيم أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام ونلتقي بكم في هذه الحلقة الأخيرة من قصة سيدنا نوح عليه السلام وتمنى أن يكون أيضا الصوت واصل للجميع سنبدأ في البداية إن شاء الله ببعض الأسئلة التي سأل عنها بعض الأخوات والأخوات في المرة السابقة طيب شكراً سيدريس طيب إخواني نبدأ إن شاء الله أولاً بالأسئلة التي وردت على الصفحة وثم بعد ذلك عرفت أن أمس صار فيه انقطاع ما كم ننشل نهاية القصة ففرصة اليوم نجيب على بعض الأسئلة ثم نتناول باقي القصة إن شاء الله تعالى هناك سؤال جاء من أخ عمر وكاتب الإنجليزية عمر أهلوة أظن وأيضاً لخت ابتسام كلاهما يسأل عن معنى قولي تعالى عمل إنه عمل غير صالح يعني هو لو نقرأ جيداً في سياق الآية سنجد أن عمل غير صالح هذا جاء نداء من الله عز وجل عندما سيدنا نوح قال يعني إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فالله عز وجل لما سيدنا نوح طلب نجاة ابنه بيّن له أن ابنه ليس من أهله وقال له إنه عمل غير صالح العمل غير صالح هنا المقصود به على روايتين طبعاً في رواية الكساء وعقوب أنه عمل غير صالح ورواية قراءة الجمهور عمل غير صالح فلا تسأني ما ليس لك به علم أي لا تطلب ما ليس لك به علم ولا يمكن أن يتحقق لماذا؟ لأن الله عز وجل لو تذكروا أنتم الآيات الله عز وجل قال وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فهذا تفسير هذه الكلمة عمل غير صالح أي أن هذا العمل نهاها الله عز وجل عنه وهناك على قراءة الكساء عمل إنه عمل غير صالح أو عمل آسف عمل غير صالح واضح فيبقى يعني هذه إشارة لابنه وعلي حال أظن المفهوم الآن التضح أتمنى يكون التضح إذا ما كانش واضح برضو نزيد ونضحه في المرة القادمة أكثر لكن الأخ لساد شمسي جزال الله خير البكوش يقول أن سيدنا نوح عاش 73 عام في كتاب الله وقال لي أن في كتاب الله هناك فرق بين العام والسنة هو الحقيقة صحيح فيه فرق بين العام والسنة والعرب تستخدم هذه المرادفات العام والسنة والحول لكن استخدام القرآن لها أو استعمال القرآن لها في غاية البلاغة هنا لا فرق بين العام والسنة لأن الله عز وجل أشار إلى أن السنوات اللي عاشها مع قومه اللي هي 950 عام هذه سمها سنة لأن العرب تطلق السنة على الوقت اللي فيه فيه مشقة فيه تعب فيه جوع فيه قحط يسموه السنة أو سنين وتسمي العام الذي فيه راحة وكذا تسميه عام وفي قوله تعالى وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ولهذا هو عاش عيشة الخصوبة وعاش عيشة الراحة والاستقرار بعدا استقرت سفينة لليل 50 عام البقية لعاشها مع قومه أما السنوات الأولى أشار لها القرآن بأنها سنة لأن فيها تعب ومشقة وهذا تجدوه في صورة يوسف عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هنا سمى العام اللي فيه العصر وفيه الاستفادة وفيه الإغاثة سمى عام المهم لكن أنا أريد أن أقول شيء واحد إنه لا فرق هنا يعني هو عاش 950 سنة أو سميها عام إن شئت ماشي المهم إنه 950 ومشترات وسبعين يا أستاذ شمسي الأخ محمد السميري يقول الملاحظ إن الدعوة والموعظة محصورة في المساجد وكأن شرائح من يوصفون مش عارف بالحداثة والعلمانية خارجين عن عن فلك المسلمين فبماذا تفيدنا يعني هذه هذه مسألة طويلة لكن من الطبيعي أن يكون مكان الموعظة ومكان الدرس من الطبيعي أن يكون المسجد طبعا باعتبار خطبة الجمعة باعتبار أن بيت الله عز وجل فيه الذكر وفيه المواعد لكن الأصل إن الدعوة بالعكس الداعية هو الذي يحاول أن يذهب للناس في أماكنهم ما يطلبش منهم من نجولة أنهم لو يعرفوا بيت الله ويعرفوا هذه المسألة ما عاش يحتاجوك كثيرا يعني ممكن يحتاجوا للتعليم يحتاجوا أما من حيث الدعوة وتذكير الناس بالله عز وجل هذا مفروض الداعية هو الذي يذهب إلى أماكن هؤلاء الناس ويصبر عليهم وكذا إلا ذا كان في في المكان اللي هم فيه فيه محذور يعني يكون مكان يعني ولياذ بالله بار والله خمر والله مكان محذور لكن ما عداها لأصلنا الدعي يذهب أما موضوع الدعوة تخص كل الشرائح أنا طبعا شوية ما أعتقدش أن الليبيين في ليبيا فيه علمانيين بالمعنى الإيدولوجي وهذا موضوع حديث ذو شجون يعني المشكلة نحن أحيانا نتسرع في الأوصاف والتصنيفات وهذه من أخطر الأشياء التي تسبب طبعا الخطأ في التصور يتبع خطأ في السلوك لأن ينا إذا تصورت الإنسان هذا علماني بمعنى أنه يؤمن بأنه الإسلام ما فيش دولة وما فيش ما لاش علاقة بشؤون الحياة التي سمي فيها الأستاذ عبدالوهب المسيري العلمانية الشاملة فأنا ما أعتقد أن عندنا كثير منهم يعني ممكن ندرة وحتى هؤلاء الندرة ليسوا عن اعتقاد إيدولوجي ودراسة وفهم وكذا وعي والله تعالى أعلم عموما الداعية هو الأصل أن يكون مثل سحابة الخير أينما حل أنطر هل صوت مستمر أنا شفت لأن أمس صار خلل أنا خايف هل وقف التسجيل الآن وقف من جديد يعني مستمر طيب الأخ أحمد بوزير يقول في قولي تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا هو يقول أن في قولي تعالى أن المفسرين يقولون كلمة أعيننا هي المراد بها عين الله هل المقصود بها ذلك وعند ترجمة هذه الآية ستكون محصورة في شيء واحد شوف هذا موضوع طبعا هنضطر للحديث فيه هنقول هنضطر لأن من المواضيع الحقيقة الشائكة لكن نحاول انبسطة شوية لأنه يعني سبب في مشاكل كثيرة بعض الناس الغير متخصصين في الشريعة ممكن يستغربوا من الكلام هذا لكن مثل هذه الآية وغيرها من الآيات تسببت في إشكاريات كبيرة على مر التاريخ الإسلامي للأسف الشديد وبعض الفرق دارت منها زي المنشار اللي تستخدم لقص جسد الأمة وتصنيف الناس إن هذا فرقة ناجية وهذا فرقة في النار وهذا كذا أولا أخي أنا نريد نصلح لك معلومة ما فيش يعني أنت قلت في التفسير إنهم فسروها بالنعين لا أنا نريد تراجع التفسير تفسير أهل السنة على قل أبدأ من الطبري ويمشي التفسير بالمأثور أو بالرأي جمهور مفسير الأمة فسروا هذه الآية بالذات أن بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرأة منا أو بأمرنا أو بحفظنا واضح لكن ما فسروا هذا التفسير اللي يبدو مش عارف وين وجدته فهذا على قل كيف ما قلت لك يعني تفسير أهل السنة لكن أنا نريد أن نعلق على مسألة مهمة هنا شوفوا إخواننا أنتوا وانتوا تقروا في القرآن هذه أشياء ما نقدرش نخبوها لأن هذا موجود في القرآن الكريم اتمر معاكم مثل هذه الآيات اللي يسموها العلماء أو جل العلماء يسمونها الآيات المتشابهة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات المتشابهات هي اللي يحير فيها الناس لا يدركها الناس طبعا على اختلاف التفسير هل يدركها بعض العلماء هل لا يدركها تمام مثل إيش مثل مر معنا أعيننا يد الله فوق أيديهم أينما تولوا فثم وجه الله وفي بعض الأحاديث وكذا أنا أريد نوضح مسألة ونحاول نبسطها ببساطة حتى تفهموا هذه المسألة ونعطيكم المختصر المفيد فيها الله عز وجل أثبت في كتابه أشياء وفي صحيح السنة مثل هذه الآية التي سأل عنها الأخ تجري بأعيننا تمام وهذه الأشياء التي أثبتها الله عز وجل ركزوا معي وحدة وحدة التي أثبتها الله عز وجل هي تقريبا ثلاثة أقسام طبعا لما انقسموا التقسيم هو للشرح هو للتبسيط هو للتفهيم القسم الأول هي صفات هي صفات لله عز وجل وأي عاقل يستطيع أن يدرك أنها صفة أنها صفة لأن الصفة هي شيء كيف يقول العلماء هو معنى قائم في الموصوف ملازم للموصوف مثل إيش؟ مثل العلم مثل السمع مثل البصر أنت تقول هذا الرجل عالم أو عليم أو هذا الرجل سميع وهذا النوع ممكن أن تخبر به عنه يعني ممكن أن تخبر به تقول فلان عالم فلان وكذلك ولله المثل الأعلى هناك صفات لله عز وجل يمكن أن تخبر بها عن الله عز وجل فتقول الله سبحانه وتعالى عليم الله سميع الله بصير هذه صفات هذا أمر سهل جدا تمام هناك قسم آخر ثبت في القرآن والسنة ولكنها أفعال تمام أفعال وليست الله عز وجل لا أفعال وهذه الأفعال منزهة عن العبث وكلها مصلحة وكلها حكمة سواء نحن علمناها أو لم نعلمها فهي أفعال لله عز وجل والله عز وجل يفعل ما يشاء وهو فعال لما يريد وأفعاله هذه أيضا ما عليش شوية شوية أيضا قسمين فيها قسم لا يمكن أن يشبه المخلوقات أفعال الله عز وجل مثل إيش مثل خلق السماوات والأرض لا يستطيع أحد حتى الكافر لا يستطيع يقولك أنا خلقت السماوات والأرض الآن شفت الفيروس هذا الشن دائر في الدنيا كلها في الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وكذا ما يستطيعش حد يقولك أنا خلقت والله نقدر نصنع كيف هما إلى الآن عاجزين أن يجدوا له مصل أو دواء أو كذا مش إنهم يصنعوه إذن إنزال المطر زلازل إذن هذه أفعال هذه إيش لا تشبه المخلوقين ما عليش بعض الناس يعني قد يملوا لك هذا موضوع مهم جدا ولكن في أفعال أجناسها مشتركة كيف يقول يعني تشترك في الجنس أو ظاهرها الظاهر بتاعها تشترك ما أفعال البشر اللي نحن تعودناه على البشر مثل إيش مثل الضحك مثل التعجب مثل المجيء مثل النزول هذه أشياء وردت في الكتاب في القرآن ووردت في السنة ضحك الله لصنيعهما إن الله لا يعجب لله أشد فرحاً بتوبة العبد من هذا ينزل الله في الثلث الأخير من الليل إذن هذه إيش هذه أفعال لكن لما نقراها باللغة العربية تصيرنا تصيرنا هزة ريبة لماذا لأنها تشبه أفعال البشر من حيث الجنس هذه نحن أهل السنة القاعدة عندنا القاعدة الثابتة الرائعة هي قوله تعالى ليس كمثله شيء كل ما خطر على بالك فالله خلاف ذلك ليس كمثله شيء يجب أن نحن نزه الله عز وجل عن مشابهته للبشر يعني يجيش نقوله يضحك كيف ضحكنا نحن والله والعياذ بالله هناك قسم ثالث لا هو يشبه الأواصفات ولا هو يشبه الأفعال وهذا هو محل إشكال كبير وهذا سؤال الأخ اللي هو الأخ أحمد بوزير اللي هو لما مر معانا في صورة نوح تجري بأعيننا ليس فينا هذا القسم ورد في الكتاب ورد في السنة باللغة العربية ولكن لا يدرك العقل ولا يستوعب أنها صفة لا يدرك ولا يستوعب أنها فعل ما شيء وهي تقريبا يعني في سبع مواضع اللي وجهه اليدين والعين والساق والأصاب يعني لا نريد أن أعياذ بالله أن ندخل في في هذا الموضوع بهذا الطرح هذه الأشياء قطعا لا نستطيع التعامل معها لأن نصفات النصفة قائمة بالذات وحاش الله هذا تجسيم ندخل في حاجة مش كويسة بكل والتبعيض وكذا وما نقدرش نخبر بها على الله عز وجل نقدر نقوله الله عليم لكن نقدرش نقوله الله ولياذ بالله نضع وحدة من الأشياء هذه اللي وردت طيب كيف نفعل أو كيف فعل العلماء معها نحن أهل السنة المسلمين كيف فعلوا مع هذه الأشياء التي وردت هي ليست توصاف وليست تفعل ماذا تكون إذن وكيف نتعامل معها هل ورد نص في القرآن أو في السنة يبيلنا كيف نتعامل مع هذه الأشياء اللي وردت في الحقيقة ما فيش هذه الحقيقة أنا أتكلم عن حقيقة علمية صحيح أتباع التابعين تعاملوا معها كانوا إذا سئلوا عن شيء مثل هذا أحلوه إلى اللغة أو ورد طبعا الإمام مالك السواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ومش معلومة يعني كيف تقول معلومة ماذا تقصد أنها معلومة حتى الأوروبي والله الإسلام هذا مش للعرب طيب واحد أمريكي والله واحد إنجليزي والله واحد أندونيسي ترجم المصحف شيء تريد تقول معلومة هذا هو عقيدة الإسلام وهذه عقيدة السلف هذا بالحقيقة كلام غير دقيق لأن أتباع التابعين هنا توقفوا أحالوا أحيانا المسألة هذه عن اللغة ونزهوا الله عز وجل ولهذا الحقيقة يعجبني قول الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد المتن جميل كان يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كل نص يقراه المسلم وليذب الله يوهم التشبيه تشبيه بمن تشبيه بالبشر هذين يد عين هذين أشياء يعرفون البشر الاستواء المشي الحركة الضحك التعجب أول ما يوهم يوهمك أن في تشبيه توقف الحل عندك في هذه الأشياء اللي هي ما نبدو نقوله لا صفات ولا غير صفات ولا شيء عندك خطين إما تفوض أنا نقول علمها عند الله الله أعلم بمراده وأنزه الله عز وجل عن الجسم وعن الكيفية وعن التحيز وعن تمام أو إذا تقبل اللغة العربية واللغة العربية تقبل في كثير من الأحيان أن نحن نأولوها تأويل سائغ هذا في اللغة وهذا التأويل ورد واحدة الأشياء وردت عن بن عباس وردت عن أم سلمة وردت عن إمام أحمد ورد حتى بن تيمية نفسه بل نقول لمن بيش ندخل في هذا الموضوع لأن هذا موضوع طويل أخب منه شفت أنا قلت لكم من البداية هذا دروه من شار قصوا به الأمة وأنا نعرف لو في شباب يسمعوني الآن حتى في ليبيا أن نعرف أن المسألة هذه يعني مثل اللغم اللي ممكن ينفجر فيه لحظة حاولت في هذه الدقيقة القصيرة أو الدقيقتين نعطيكم خلاصة ما وصل إليه علماء السنة لأن شوفوا الأمة الإسلامية عندها ثلاث مذاهب في العلم العقيدة أو كذا وعندها أربع مذاهب استقرت هذه الأربع مذاهب استقرت في الفقه كذلك هناك ثلاث مذاهب استقرت كلها تمثل أهل السنة كلها تمثل المسلمين اللي هو الناس متخصين يعرفوها مذهب الحنابلة أو ما يسموا فيه الآن مذهب السلفي مفيش حاجة اسمها مذهب سلفي لكن خلينا نجاروا الناس ونقولوا مذهب سلفي ولا يوجد في الحقيقة شيء اسمها مذهب سلفي سلف ما كانش عنده مذهب وإلا كيف اختلفوا يعني انتبعوا من فيهم لكن خلينا نقولوا يا سيدي الحنابلة أو المتأخيري الحنابلة أو المذهب السلفي أو المذهب الوهابي مش مشكلة كلهم على الرأس والعين ولكن المذهب هو الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري والمتريدية بو منصور متريدي والمذهب المتأخيري الحنابلة أو الحنابلة أو المذهب الأهل الحديث أو سميه ما شيء والأصل أن كل هؤلاء مسلمين وكلهم على خير وهذه اجتهادات مقبولة ومسوغة وكل واحد يحاول يدري لكم منها قصة حطوا علامة استفهام لأن هذا إشغال للشباب وإشغال للمسلمين بقضايا والله لن تنتهي ولم تنتهي من قبل وكل إشغال وكل تستخدم لشق الصفوف وهذا يكفر هذا وهذا يقول له يا رافضي وهذا يقول له يا مجسم وهذا يقول له مش عارف يا معطل وهذا فهمتم؟ عموم الناس المش متخصين نحن بيش نصدعوا الكاميراس كام أكثر منك والسؤال لأخ أحمد الزير الثاني إن التنور التنور هو أيوه زي التنور جتي وجتك بالضبط هو التنور التنور هو المكان اللي يقد فيه فرن النار أو التنور في اللغة العربية والمكان ليخرج منه اللهب يعني الأخ أخ محمد عيسى السايح وسأل سؤال بر الموضوع اللي هو صلاة الجمعة بستة فراد يعني هذه أجازة كبار العلماء ومنعوها بعض العلماء وأجازوها في وقت الكورونا صلاة الجمعة في البيت بمن تصح بهم جماعة أنا نميل لهذا الرأي طبعا والشيخ الددو وغيرها من العلماء لكن فيه مجامع أيضا منعتها وقالت لازم شرط في صلاة الجمعة المسجد والحقيقة بعد ما بحثنا طويلا لا يوجد دليل لا على شرط العدد كيف ما قال عبد الحق الإشبيلي من المالكية ولا يوجد دليل على شرط المسجدية والمسجد مهم وكذا لكن في الوضع العادي أما في الوضع الاستثنائي زي الآن لعمره ما صار في تاريخ البشرية على الإطلاق فأفضل من تعطيل الجمعة اللي يقدر يحصل جماعة في بيتها ولا في مزرعتها ولا كذا ولا عمارة فيها شكتي من قبلات قدر تجمع إذا كان ما يضر كمش الوباء وفيه واحد يقدر يخطب الجمعة يستطيع أن يصلي بالناس الجمعة يؤذن ويصلي الجمعة ويخطب ونسأل الله عز وجل القبول واللي ما مرتحش للرأي هذا يصليها ظهر وبس طيب إحنا طلنا عليكم وندخل في موضوع في الأخ آسف الأخ ويس شفيزي هل كلنا من نسب سيدنا نوح فقط ومن أتباعه هياك الله شيخ وسلامنا لها الماليزيا كلهم الحقيقة إحنا طبعا البشرية أخذها الطوفان فنحن من نسل سيدنا نوح والذين آمنوا معه وطبعا الذين آمنوا معه هو امتداد لسيدنا آدم يعني ما انقطعش النسل يعني كلنا امتداد لسيدنا آدم لم ينقطع النسل واضح لأنه سيدنا نوح ما طلعش بروحة في السفينة وهل نحن من أتباعه طبعا طبعا نحن من أتباعه نحن سلسلة واحدة سند واحد أمة الإسلام سندها واحد يبدأ يتصل طرف النبوة بسيدنا آدم وينتهي عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل ما ذول سلسلة واحدة سلسلة الدهب الواحدة فنحن من أتباع كل هؤلاء ولكن بعد سيدنا محمد نسخت هذه الشرائع إلا منها ما هو يوافق شريعتنا وهذه مسألة في الأصول ما نريد أن ندخل عليه طيب ناتي لي قصة سيدنا نوح وإن شاء الله نحاول الليلة نختم إن شاء الله في الموعد مش عارف كم أخذينا من دقيقة الآن عليه حال بعد أخواني بعدا تصاعد الطوفان العظيم وجاء وصف مشهد حوار سيدنا نوح مع ابني وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني يركب معنا ولا تكم مع الكافرين قال سآوي إلى جبر يعصمني من الماء وهذه أنا قلتها كم أمس إن دائما لغة سبحان الله الكفر يورث أخلاق عادة طبعا عادة مش لازم أحيانا تجد كافر ما عندهش العناد لكن يرتبط العناد بالكفر فعنيد كان ابن سيدنا نوح معنا قال لها بس اركب معنا ما قال لاش يا بني آمن به قال لها اركب معنا فهو حط المبرر تازي مدر إبليس قال سآوي إلى جبر يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وبعد أن قضى الله عز وجل على هؤلاء المجرمين انتقل مش عارف نظرني إحنا وقفنا هنا أن كيف انتهى الآن الطوفان وهناك من قال أنه عم الأرض جميعا ولكن يبدو الراجح أنه فقط في قوم نوح وهناك بعد ما انتهوا وماتوا جميعا بدأ رحلة البشرية الجديدة والله عز وجل أمر الأرض بأن تبلع الماء سبحان الله وأمر السماء بأن تقلع تتوقف وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين تعرفوا هذه الآية؟ هذه الآية يعني احتوت على وجوه من الإعجاز والبيان يعني العلماء قالوا فيها مناسبة وفيها مطابقة وفيها مجاز وفيها استعار وفيها تعليل وفيها احتراز وفيها مجاز وإيجاز ولهذا أحد العلماء محمد بن اسماعيل ألف رسالة سماها النهر المورود في تفسير آية هود يعني كتاب بس في تفسير هذه الآية تشوفوا عظمة القرآن وإعجازها فبعدا نستقر سيدنا نوح تشوف أول شيء مرة مرة يعني ذكرون هل الصوت واصل بعد أن نستقر سيدنا نوح أول شيء أخواني أخواتي بدأ يتفقد الناس من حوله وهنا نحتاج وقفه أول شيء بعد ما استقر سيدنا نوح على اليابسة بدأ يتفقد الناس من حوله وإيش قال ونادى نوح ربه شوفوا النداء فقال ربي إن ابني من أهلي لأنه قال منجوك وأهلك صح؟ قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذا الذي سأل عليه الأخ والأخت إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسمين إن شاء الله صوت فهنا لاحظوا شيء أول وقفة هنا نقفة لعاطفة الأبوة شوفوا كيف الأب علينا أن نحن دائما نتدبر في الوالدين يعني مهما كبرنا في السن سبحان الله الإنسان ينسى ومعشش ليامه هو طفل رضيع طبعا ولا يتذكر أنه في بطن أمة وكيف عانت هذه الأم وكيف حملته وهنا على وهن وكيف آوته وأرضعته ويعني تابعت عمره يوم بيوم بل دقيقة بدقيقة شوفوا عاطفة الأب وصلح لها طبعا الله عز وجل فهذه مسألة غاية في الخطورة في الحقيقة علينا أن ننتبه لهذه المسألة وربما إن شاء الله سأعود عليها بعد أن نتكلم عن المقومات الحضارة التي جاء بها سيدنا نوح عليه السلام وأشير هنا لمسألة أن الله عز وجل أبدلنا بهذه الروابط في الولاء إنه ليس من أهلك هنا أشار إيش معناه هنا؟ هنا أشار لأخوة الإيمان الأخوة الإيمانية والإخوة الله عز وجل يقول إنما المؤمنون أخوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم وكان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آخ بين المهاجرين والأنصار فعلينا أن نتفطن لهذه المسألة جيدا طيب بعد هذه المشائد تبدأ الرحلة الجديدة رحلة بناء الحضارة هذه اللي حنختم بها إن شاء الله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وهذا الله عز وجل يخبر عن الأمم التي ستأتي بعد سيدنا نوح سوى بني إسرائيل سوى قوم لوت سوى قوم يوسف وختمت الآية بخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين وهذا قلنا لكم في أول حلقة إن هذا فائدة القصص القرآني أنها تنبئنا عن تاريخ لا علم لنا به شوفوا الآية هذه يا نوح اهبط بسلام بسلام وهذه أول ركائز الحضارة الجديدة بسلام الله بشر أن هذا النزول سيحاط بالسلام سيحاط ببركات عليك وعلى أمم من من معك سلام على دينك سلام على التوحيد الذي حملته سلام على أتباعك سلام من من؟ سلام من الله عز وجل هذه هي مقومات الحياة الإنسانية الجديدة التي ستقاد بالسلام بسلام من الله عز وجل سواء السلام في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سلام في العلاقة بين الإنسان وغيره من الكائنات غيره مع الذين يختلف معهم لأن الأصل في العلاقة مع الآخر حتى لو كان كافر الأصل فيها السلم وليس الحرب سلام مع البيئة سلام مع الكون فهذا طبعا كل هذا من أثار اسم الله عز وجل للسلام لأن هذا من أسماء الله الحسنى وبدأ سيدنا نوح الحضارة الإسلامية الجديدة التي فيها السلام والبركات أنا أريد أن أقف معكم مع أهم مقومات هذه الحضارة وأسس هذه الحضارة ومش عارف هل أنا قدتها أمس لكن بعض الناس يظن أن الحضارة هي المدنية لما يشوف الأمريكان ويشوف الإنجليز يشوف الصينيين ويشوف اليابانيين يقول لك أننا متخلفين وهم متحضرين من حيث التكنولوجي من حيث الصناعات يقولون نعم نعم وألف نعم نقول لولا هالميكريفون ولولا هذا نحن ما صنعناش نحن حتى ثيابنا ما نصنعش فيها للأسف لكن هذه ليست هي الحضارة هذا جانب مادي صغير في الحضارة هذا جانب مادي صغير في الحضارة لكن الحضارة منظومة عظيمة منظومة من الأفكار منظومة من العقائد منظومة من القيم والأخلاق العالية هذه التي بدأ بها سيدنا نوح كان لسيدنا نوح أيها الإخوة جملة من الأخلاق الراسخة كيف الإخلاص كيف الصبر كيف التقوى كيف الحلم وجملة من الصفات الحميدة اللي ورثها للذين خرجوا معه في هذه السفينة ورثها لأتباعها لهم بدأوا بناء الحضارة الإنسانية اللي نحن امتداد لها طبعاً حضارات مش حضارة وأسهمت هذه المنظومة المتينة في التأسيس الأخلاقي للحضارة من أهم هذه الصفات اللي وردت في صورة سيدنا نوح وترسخت في سيدنا نوح الإخلاص تذكروا في قولي تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لا يمكن أن تبني حضارة وعينك على الإعمار وعينك على الناس يعني تجعلهم هم معيارك في الصواب والخطأ وسواء تبحث عن رضاهم هم تقدموا على رضا الله أو تخاف منهم إذن الإخلاص أن يكون عملك لله عز وجل هكذا تقوم الحضارة الصحيحة لأن العمل إذا كان لله دام يعني توفرت فيه عنصر الديمومة دام واتصل وإذا كان لغير الله انقطع وانفصل وسيدنا بن عطاء السكندري يقول ما بسقت أخصان ذل إلا من بذور طمعة الإنسان كلما كان طماع يخاف من السيف أو يطمع في الذهب مش هيقدر يبني حضارة متجردة مستقلة معمرة خالدة الشيء الثاني الصبر كان سيدنا نوحي تحلى بالصبر والصبر شوفوا طالب العلم في الجامعة أي واحد في الجامعة والله من غير صبر ما حينجح التاجر من غير صبر مش حيكسب الزوج من غير صبر مش حيستمر بيته والزوجة كذلك المحارب في ساحة الحرب من غير صبر مش حينجح مهما كان عنده سلاح الصبر هو الأساس الصبر هو رأس الأمر الصبر ضياء الشاعر يقول أخلق بذي صبري أي حظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أي لجا الصبر لابد الإنسان يصبر حتى مثلي ديما نقول فيه يقولوا أنه عنتر بن شداد يعني كان الناس يستغربون جدا من شجاعته فهو يقولهم يعني أنا مثلي مثلكم ما فيش أي فرق فأراد أن يضرب مثل لمحاوره قال نحط كل واحد يحط صبعة فيه يعني هو مثل يقرب الصورة كل واحد يحط صبعة فيه بين أسنان الثاني ويبدأ يعض فلما بدأ يعضه الثاني هو صرخ عيط عيط وصحب فقال له سيدنا فقال له عنتر قال له أنت لو صبرت يعني ثانية صبرت لحظة أنا اللي كنت هنصرخ يعني فالصبر مفتاح الفرج ودائما الفرج يأتي في أشد لحظات الضيق يعني أشد لحظة في الضيق لما الضيق بيك خلاص يعني ضاقت بيك كل الأمور إعلامنا خلاص خلف الستار يوجد الفرج كيفما الشمس تطلع بعد أشد أوقات الظلام لهذا نحن دائما مستبشرين مستبشرين بشعوبنا إن شاء الله اللي هي دخلت في هذا الخضم وابتلية ابتلاة كبير نحن مستبشرين إن كلما ضاقت الأمور واستحكمت حلقاتها إن شاء الله كان هذا نذير إن شاء الله الفرج الشيء الآخر العناية بالأرحام يعني لاحظوا سيدنا نوح في عاطفة الفطرية يا بني يركب معنا هذا اهتمام بالرحم اهتمام بابنه وفي أول سؤال بعد استقرار في السفينة ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق في دعائه بعدما اكتملت مهمته ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يا مؤمناء وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى لاحظوا الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي إخواني من غير هذه القيمة قيمة البر بالأبناء وبالآباء الأباء رأى يشمل العمومة ويشمل الخؤول الأخوال من غير هذه القيمة لا تكتمل حضارة يعني أي حضارة تنظر للأب وللأم أعلنهم مثل موديلات السيارات القديمة يعني لما تقدم السيارة ولا يقدم الموبايل تبي ترميه أو تركنا على جنب وتستبدله أي حضارة تنظر للأب وللأم وللأجداد على أنهم عبئ على أنهم تكلفة مادية أو تكلفة نفسية هي حضارة لا ضميرة لها هي مش حضارة إنسان آسف يعني هي حضارة بهائم هي حضارة بهيمية قبلتها فقط المصلحة والمصلحة المؤقتة هي حضارة ما فيهاش أدنى أدنى معنى من الوفاء يعني هذه الأم اللي يعني أرضعتك وحملتك كما قلنا وهنا أو قالوا القرى وهنا على وهن يعني لما تكبر وخلاص ومعش كذا وشوف والجزاء من جنس العمل أي إنسان أي إنسان وهذا التاريخ يثبت أي إنسان يعق وارديه أو يهملهم بعد ما يكبر إذا هو تزوج سيرى هذا في أبنائه وفي بناته الجزاء من جنس العمل ولهذا جاء ديننا الإسلام بأكمل صورة لرعاية هذه القيمة العظيمة بل قرنها بعبادة الله سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل شوف يعني الذل من أعظم الأخلاق اللي يحبها الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كمرباني صغيرة الوفاء بر الوالدين ليس صفة لسيدنا نوح فقط بل هو مسلك كل الأنبياء يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية سيدنا عيسى قال إني عبد الله لما خاطب قوما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية وعندما سئل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله عبد الله بن مسعود كانوا الصحابة يسألوا أي العمل أفضل شوفوا الصحابة الصحابة دي مهمتهم إن شاء الله إن شاء الله ما زلتوا معنا أنتم تستمعوا لأن مشكلة الحديث مع هذه الآلات وما فيش يعني شعور بالليالاك مراتك تدويك إنك تدوي وحدك فإن شاء الله يكون الصوت تواصل لما الصحابة عادة يسألوا على أفضل الأعمال شفت الهمة سألوه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال قال الصلاة على ميقاتها أو لوقتها قلت يا رسول الله ثم أي قال ثم بر الوالدين يعني بعد عمود الإسلام بعد ركن الإسلام وهو الصلاة وهذه أفضل الأعمال قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أن يبدو الإنسان نفسه في سبيل الله عز وجل لإعلاق كلمة الله عز وجل لإعلاق قيم الإسلام من العدل من الحرية من الجهاد في سبيل الله إذن وأيضا شوفوا نقول خم شيء فيما يتعلق بر الوالدين الإسلام دين المصلحة الإسلام دين المصلحة ودين المقاصد الحسنة حتى بر الوالدين فيه مصلحة دنيوية غير المصلحة هذه الإخروية لأنه يطرح البركة في العمر ويطرح السعة في الرزق طبعا فيه فرق يا أخواننا بين الرزق وبين البركة يعني السرق مرزوق ولا لا هذوم اللصوص اللي يسرقوننا في المال العام الآن ما شاء الله جيوبه من تفخة وشدوقه من تفخة هذوم هذا رزق ولا مش رزق طبعا هذا رزق من الله عز وجل لكن هذا الرزق هل هو مبارك قطعا الجواب لا سحت هذا مش مبارك الرزق هذا الرزق هينقل بسوء هينقل بسوء في أخلاقهم ممكن أسقام أو جاع أمراض جسدية أمراض نفسية يخلف في أولادهم يخلف في ذريتهم يجعل حياتهم نكد يجعلهم يعني إذن فيه فرق بين البركة والرزق والرزق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى أو ينسى في أثره يعني ينسى أو ينسى يعني يطول عمره يطول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه ومش معناها يعني يطول في عمره معناها سيعيش أكثر من أجله ولكن معناها البركة في عمره معناها التوفيق للطاعات معناها الانتفاع من الأوقات معناها صيانة الوقت والجسد عن الضياع في التفهات هذا معنى البركة الإمام النووي عنده تفسير آخر إنه طال في عمره يعني يبقى ذكرى جميل حتى بعد موته لهذا سيدنا من عباس كان يقول لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين عقوق الوالدين وإهمال الوالدين من أخطر القضايا لهذا سيدنا نوح لاحظوا حط هذا الأساس في حضارة الجديدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق بوالديه والمرأة المتبرجة المتشبهة آسف المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث الحياذ بالله ولو النبي صلى الله عليه وسلم عاش الآن بيننا سيجد للأسف في بعض من شبابنا فاتوا موضوع الدياثة وأصبح ومعاش تعرفها لبنت العيل لا في لباسة لا في إسلوبة لا في عياذ بالله فنسى الله عز وجل عافية هذه من الأشياء التي تغضب الله عز وجل وهذه من الأشياء التي تريد تحليل وتفكيك ومعرفة أسبابها الاجتماعية ومعرفة أسبابها الجينية ومعرفة أسبابها النفسية تحتاج إلى استتراك سريع جزء منها تقليد شباب يقلدوا زي البابغوات كل ما يجينا من الغرب إن شاء الله حتى يجينا منهم أي شيء فاسد يجي من الغرب يخذوه زي ما هو ليش لأنهم سايبين؟ ما عندهم جذور ما عندهمش قدوات والله أحد أسباب اختيارنا للحديث عن الأنبياء هو ترسيخ هذه القدوات هذور قدواتنا أنا قد انقلد لي في مايكل جاكسون وانسيب يعني هؤلاء الأنبياء صفوت الخلق ليش؟ والله خلقك خليفة في الأرض وعلى مقامك وأكرمك عموما الأصل الآخر من مقومات هذه الحضارة اللي هي لا يمكن أن تقوم إلا بدونها وكانت عند سيدنا نوح واضحة وأنا نختم بها وواضح أني أطلت عليكم معدرة هي معرفة المعرفة الواضحة بالعدو من الصديق لا يمكن أن تأسس حضارة دون أن يكون عندك تصنيف للبشر من حولك الأصل المسلم يعامل الناس كلهم بتقدير وباحترام ويقدم لهم العون يقدم لهم الخدمة الناس وعيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله ولكن لابد تستبين سبيل المجرمين لابد من التفرقة لابد نعرف من ولينا ومن عدونا راه المنطق هذا تعاوى السلام والكلام فارغ لا يمكن البشرية دائما فيها تدافع ولازم ما دام للحق أنصار للحق أعداء عداوى فقط لأنه حق أخرجوه من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فمدن تتطهر هناك من يكره الطهارة هناك من يكره الحق هناك من يكره التوحيد هناك من يعادي الأنبياء ويعادي الأولياء إذن الأساس الآخر الذي قام عليه سيدنا نوح حضارة الإنسانية بعد أن رست سفينة هو معرفة الواضحة بالعدو من الصديق في قولي تعالى إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الله عز وجل صحح لسيدنا نوح المفهوم هذا المفهوم صح ابنك هو من نسلك لكن عقديا هو ليس من أهلك وهذا رسم على هذا الخط أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهنا ناس تأقرى هذه الآية فما فهم خاطئ نحن لا نعادي إلا من يعادينا أما من سالمنا حتى لو كان كافر إذا كان فقط مجرد كافر لكنه مسالم لا نعاديه وهذه الآية تفهم في إطار التشريع الإسلامي الخاتم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم الأصل في العلاقة مع غير المحارب هو البر والقصط إليه لكن لا نوالي الكافر لا نوالي اليهود ليهوديتهم ولا نوالي النصارى لنصرانيتهم ولا نوالي الملحدين لإلحادهم هذا والعياذ بالله شيء له يسبب شرخ في العقيدة طيب إيش معنى الولاء؟ إيش معنى نواليهم؟ حتى الولاء أحفظوها كويس الولاء هو الحب العقدي مع النصرى على المسلمين أو المظلومين هو الحب العقدي ليس الاستلطاف البشري يعني أحيانا أنت يبتريك الله وتعيش بره مثلا في الغرب وتعيش وكلهم جيرانك نصارى ويهود وكذا وتقرى معاهم في المدرسة وتجد منهم أخلاق طيبة تجد منهم كرم تجد منهم جنتلة هذه وتجد منهم وفاة وتجد منهم أدب وتجد منهم عون لكي ودعم لكي صداقة حقيقية هل أنت تقدر تملك عاطفتك أنك أنت ما تحبهمش؟ لا والإسلام ليس ضد هذه العاطفة هذه عاطفة مشروعة لأن حب من أجل هذه الأخلاق لكن الإسلام ينهاكن تحب كفرهم تحب التثليث والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواهم إيه يقولون إلا كذب يعني هذا كلمة كبيرة نكره الكفر لكن لا نكره خلق الكافر إذا كان حسن ولهذا أباح لنا الله عز وجل الزواج منهم إذا كانت نصرانية محصنة ما هي نصرانية؟ إذا كانت محصنة يمكن أن يتزوج منها بل كيف يتزوج وميحبها؟ شي يعني يعني كيف يعيش معها فلذلك لازم نفرق بين المودة العقدية والمودة الفطرية إذا كان واحد عملنا بالمعروف بعض الناس سيرين تناقض باضطراب نفسي وخلل عقلي حتى لما يقرأ هذه الآيات وما يفهماش الفاهم الصحيح لأننا حبيت أن وضحها صح الولاء والبراء أصل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن مش نبغض الإنسان إذا كان هو لا نبغض الكفر له عليه أما إذا كان عاداني وحمل السيف خلاص انتهى الموضوع هذا يعني انتهى الموضوع لهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم هنا الولاء هنا الولاء العقدي إنك أنت تحط إيدك في إيد الملحدين ضد المسلمين أو تحط إيدك في إيد اليهود والنصارى حتى ضد مظلومين أو ضد المسلمين طبعا في السياسة الشرعية يعني هذا موضوع طويل لكن أنا حبيت نوضح هذه المسألة هذه آيات في كتاب الله اللي عاجب عاجب مش عاجب هو حر هذا ديننا لا يمكن نحن إخوة أخوتنا في الله في الإسلام ولهذا القرآن قال ترى كثيرا منهم المنافقين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون في لقد تزلف لهؤلاء يبتغي عندهم الوسيلة يبتغي عندهم العزة يعني يبتغون عندهم العزة يعني يبتغي عندهم العزة فلهذا فلهذا الإسلام قدم لنا البديل قدم لنا الرابطة العظيمة اللي ذكرتها منذ قليل رابطة الأخوة وتجد تعليم كثيرة تسقي هذه الشجرة شجرة الأخوة اللي نحن قاعدنا نقطع فيها بيناتنا هذه المصيبة اللي أصبتنا في ليبيا وأصبتنا في مصر وأصبتنا هذه الانشقاق بين المسلمين لأن نحن القيم هذه صراحة مش واضحة مازال ولائنا مش على أصل الإيمان مش على أصل الأخوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام السلام مش أفشوا السلام السلام مفهوم عظيم مش السلام عليكم وقلب من جو يلعنك أفشوا السلام بينكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادو تحابو أنك تقدم كل الموم كل ما يسقي هذه الشجرة هو مطلوب ولهذا جعل حق المسلم على المسلم ستة أشياء إذا لقيته سلم عليه لأن السلام يفتح للقلب إذا دعاك لدعوة وليمة عزومة عرس وما عندكش مانع أجبه لأنه قد عقل يجيب البعيد وإذا استنصحك طلب منك النصيحة فأنت مرآة فانصح له وإذا مرض فعده يعني يمشي زوره إذا مريض ما تتعمدش أنك أنت ما تزوراش إلا إذا عندك ظرف طبعا وإذا مات فاتبحه يعني تبع جناسته عموما كل هذه الحقوق كلها حتى ترعى هذا الأصل أخوة الإسلام واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذن هذا مقوم من مقومات الحضارة وأخيرا سيدنا نوح أخذ بمقوم عظيم أنا أختم به وقد أطلت لأننا نحاول بصراحة اليوم ننهي هذا الموضوع حتى ننتقل لقصة أخرى من قصص الأنبياء آخر مقوم هو الأخذ بالسنن سيدنا نوح أخذ بالسنن الله عز وجل أودع في هذا الكون سنن النار تحرق الجاذبية تجذب أوجد سنن كذلك أوجد سنن في العلاقات الاجتماعية هذه السنن مثل سنة الابتلاء إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتلين ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ابتلاها الله عز وجل فهذه سنة ماضية كلنا سنتعرض للابتلاء كلنا أنواع وأشكال سنة الأخذ بالأسباب سيدنا نوح تعامل بالأسباب في نشر دعوتة تعامل بالأسباب في التمكين لدينة تعامل للأسباب في التغيير وحاول يفعله تعامل بالأسباب في التخطيط للسفينة وكيف بناها تعامل بالأسباب في الاهتمام بالذين آمنوا معه وتعامل بالأسباب في الصناعة كيف صنع هذه السفينة الضخمة وخيرا أيها الإخوة تعامل سيدنا نوح بالأسباب في الدعاء بعض الناس يظن أن القوة والتخطيط والموارد هي اللي يتحقق الهداف لكن المؤمن يعلم أن من وراء هذه الأسباب مسبب الأسباب لا يخفر عن مسبب الأسباب والله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله عز وجل العبد يكره تعالى أنت عادي يدق عليه واحد واطلب منا حاجة كيف ما قال الشاعر من عفى خفى على الصديق لقاؤه وأخ الحوائج وجهه مملوله يعني يعف يخف على الصديق لكن لما تكثر السؤال يضجر منك حتى بوك يمل منك من كثرة السؤال إلا الله عز وجل الله يحب السؤال يحب السؤال يكرر السؤال ويحب الإلحاح في الدعاء والتضرع في الدعاء وهكذا كان سيدنا نوح وهكذا كل الأنبياء إذ نادى ونوحا إذ نادى من قبل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بسم الله كان لما ركب في السفينة بسم الله مجراها ومرساها بعدما نزلت سفينة وقال ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين شوف كان دائما الدعاء يمشي مع سيدنا نوح في كل المراحل وعندما ختم صورة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شوفوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي إذا دخل لبيته يقول دعاء إذا خرج من بيتي دعاء إذا لبس جديد دعاء إذا دخل حتى يقضي الحاجة دعاء كان إذا أكل دعاء إذا دخل في حرب دعاء في السلم دعاء كان الدعاء يحيط بالنبي دائما في غزوة بدر أخذ بالأسباب ثم أخذ خيمة وبدأ يدعو حتى سقط الرداء عن كتفه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء أصل من أصول الحضارة طبعا ممكن الناس تستغرب يقول لك اجدخل أصل من أصول الحضارة عندنا لأن هذه الحضارة تتصل بالله عز وجل يجب قلب الإنسان أن دائما يتصل بالله عز وجل عند هذه الدعاء نسى الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم وأن نكون حاولنا أن نحيط به وهذا صعب جدا بقصة سيدنا نوح عليه السلام بدأنا كيف جاء سيدنا نوح في قوم عبدوا الأصنام وكيف خدحهم الشيطان وجعلوا ليود ويغوث ويعوق ونصر جعلوا لهم أصنام وكيف بدأ الشيطان مع ذريتهم اللاحقة وما كانوا موحدين لكن بس تخذوا هذه الأصنام للذكرى جاءوا لي بعدهم وكيف بدأ سيدنا نوح وكيف مارس الدعوة وكيف سار وأخذ أسليب كثيرة ثم كيف الله غذب على قومه بعد هذه السنين طويلة وأمره بصناعة هذه السفينة وكيف الله عز وجل أتى بالطوفان وبعد ذلك نجى سيدنا نوح وانتقل إلى بناء الحضارة الإنسانية التي نحن امتداد لها نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا في نفس الموعد مع نبي جديد وقصة جديدة من قصص الأنبياء وأستقبل إن شاء الله سئلتكم في هذه الحلقة لنجيب عنها في الحلقة القادمة بعون الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر